ما هي أداب الدعاء؟ أول أداب من أداب الدعاء أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا يقبل من قلب الله سأل مجغول بسأل بيجس في المسجد يقول تبنى الله ورجعنا إلى الله وهو مصر بقلبي على المعصية وليس بينه بين المعصية إلا أن يخرج من باب المسجد فالدعاء لابد أن يكون هناك يقين بالإيه بالإجابة ولذلك يعني لا يعلق الدعاء بالمشيئة يعني بعض الناس يقول ربنا يغفر لك إن شاء الله ويكرمك إن شاء الله إذا دع أحدكم فليعزم بالمسألة ليقول أحدكم إذا دع اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم يعني بالمسألة فإنه لا مكره له يعني الإنسان ما يعلقش الدعاء بالمشيئة اللهم أعطيني كما في دعاء الأنبياء ودعاء القرآن اللهم أعطيني كذا اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ولكن ليس من أداب الدعاء أن يعلق بالمشيئة ما تقولش إن شاء الله لكن تعزم لأن الله عزيزي هو الذي وعد بالإجابة فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فهذا أول أدب من أداب الدعاء إنسان يوقن بالإجابة يتق بأن الله عزيزي سوف يقبل دعاءه وسوف يجيبه ولا يعلق الدعاء بالمشيئة من أداب الدعاء أيضا أن لا يتعجل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت فلم يستجب لي إنما يقوله التعجل لأنه سوء ظن بالله عزيزي وإحسان الظن بالنفس كأن الإنسان ما يدعي بمسألة مثلا مرة واثنين وثلاثة وعشر أو مية ثم يتك الدعاء كأنه يقول يا رب أنا أديت ما علي ودعوت وأنت لم تستجب كأن الله عزيزي أخلف معه وعده بالإجابة ولكن نقول من دعا بمسألة وتأخرت الإجابة على الصورة التي يرجوها فأمامه أمران لا ثلثة لهم الأمر الأول أن يحسن ظنه بالله عزيزي يقول لعل الله يستجيب كل هذا الدعاء ويدخل لي أجرا في الأخيرة لعل النعمة الأخرى التي أتتني ببركة هذا الدعاء لعل الله عزيزي صرف عني بلاء كثير بسبب هذا الدعاء فهذا الأمر الأول أنه يحسن ظن بالله عزيزي أن الله عزيزي يستجيب له إما أن يعجل له دعوته أو يدخل له الأجل في الأخيرة أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يسيء الظن بنفسه راجع نفسه لعله فتح نفسه أبواب الحرام وما طعمه حرام وشربه حرام ونبسه حرام ووذيه بالحرام لعله خاطع رحم راجع نفسه لعله هو يعني لو أم مخصر معها أو لو أقارب يعني هو مخصر معهم لا يصلهم فكما قال المسعود أنشد الله خاطع رحمي لما قام عنا لما قام عنا فإن نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة يعني مغلقة دون خاطع الرحم فهذان الأمران الإنسان إما أن يحصل الظن بالله عز وجل وإما أن يسيء الظن بنفسه لكن لو فعل عكس أساء الظن بالله عز وجل وأحصل الظن بنفسه فهو أبعد عن الإجابة فالإنسان يستحب له أن يدوم مع المسألة حتى لو استمرت سنين قعد عشر سنين يدعو مسألة معينة أنه مثلا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربنا يفتح عليه ويختم القرآن أو يزدق ولدا يعني صالحا استمر في المسألة يعني يقول من دعا بشيء ثم ترك الدعاء به فهو كالمبخل للرب الكريم ويشبهون يعني من يدعو مسألة ثم يتك الدعاء بها بمن حرث الأرض وبذر البذر وتعهد الزرع بالخدمة ثم استبطأ خروج الثمر فترك الزرع فأضاع مجهوده السابق قالوا عشر سنين بيدعو أين ترك الدعاء يعني ضيع مجهوده من دوم ترك الباب يوشك أن يفتح له يوشك أن يفتح له فليس من أداب دعاء لاستعجال بل إنسان يداوم ترجمة نانسي قنقر